في أضخم استطلاع للرأي العام على مستوى المنطقة العربية لعام 2022 أجراه المركز العربي للبحوث والدراسات كان للعراق نصيب واسع من تغطية قياس مستوى الحرية والديمقراطية وما يرفضه الشارع العراقي أو يقبله وبمفاجأة ثقيلة العيار كشف السواد الأعظم الذي لا يستطيع إعلان رأيه والكشف عن اسمه نتيجة تضييق على مستوى الحريات العامة والتعبير كشف عن رأيه الحقيقي في نظام الحكم في العراق بنسبة وصلت إلى 77% رافضة للنظام السياسي الذي اعتلت السلطة في البلاد سيما ما بعد عام 2003 نسب حرية التجمع والتنظيم وحرية الرأي والإعلام والمعتقد لم تتجاوز حدود الإيمان بوجودها في العراق بنسبة 7% وعلى ما يبدو أن صندوق الاقتراع التي خرجت من رحم مطالب احتجاجات تشرين لم تشفي غليل الشارع العراقي بشقيه الحراكي والصامت إذ شكك نحو 60% من العراقيين الذين جرى عليهم الاستطلاع بمزايا النظام الديمقراطي من ناحية خدمة النظام الاقتصادي وفي سؤال عن أن النظام الديمقراطي غير جيد في الحفاظ على النظام العام فقد أكدها نحو 64% من شريحة الاستطلاع بحسب أهل الصناعة السياسية فإن عدم قناعة العراقيين بالنظام الديمقراطي في حفاظه على النظام العام يعود إلى المشاركة غير الفاعلة في صندوق الاقتراع لما يعزوه مقتصون بتجارب الشارع بحكومة خرجت من صندوق الاقتراع وذهب 73% إلى الاتفاق مع مقولة أن المجتمع غير مهيئ لممارسة النظام الديمقراطي وللعراق باع طويل في البحث عن مبادئ العدل والمساواة بوصفهما أهم شروط الديمقراطية اتفق 19% على نسبة انتشار العدل والمساواة في البلاد العراق بحسب المؤشر العربي لم يترجم إلى رفض النظام الديمقراطي بل على العكس إذا إيد 75% من العراقيين وجود نظام ديمقراطي بمعناه الحقيقي المطبقي على الأرض بعيدا عن أن يكون النظاما شكليا أو كما اتفق عليه عراقيون وهنا اتفقت شريحة الاستطلاع على أن مقياس مستوى الديمقراطية العام الماضي لم يتجاوز 4.9% إلى جانب ما نسبته 6.6 من مؤشر 1 إلى 10 حول عدم القدرة على انتقاد الحكومة وقد كان العراق الأعلى بين الدول العربية بهذا الشأن وعندما خرج العراقيون إلى الشوالع والسحات رفضا لسياسة نظامهم وبحثا عن تحقيق مطالبهم أيدت شريحة الاستطلاع نسبة نجاح الاحتجاجات بتحقيق أهدافها بـ 52% حقائق صادمة تكشف مدى ضمحلال حرية المشاركة السياسية أو التعبير عن الرأي فيما يتعلق بالمعادلة السياسية على منصات التواصل الاجتماعي فقد قدر عراقيون أنها لا تتجاوز منسبته 8% بالمئة على الرغم من أن استخدام الانترنت في العراقي يصل إلى نحو 81% من فئات الشعب المختلفة بالمجمل لم تمنع نتائج الصندق الاقتراع تحت عنوان صناعات الديمقراطية لم تمنع عراقيين من أن يقدروا وفقا لستطلاع منسبته 70% من عدم قناعتهم في تأثير نتائج الانتخابات على واقع الحقوق والحريات المدنية في البلاد ترجمة نانسي قنقر